فيلم لاست نايت انسوه ممكن يعجب ناس ممكن ما يعجبش ناس فيه ناس ممكن تتحفظ على بعض التفاصيل فيه فيه ناس ممكن تعجب به بشكل كامل ولكن على كل حال فيه حاجة معينة لازم كلنا نتفق عليها ديك قوم بلان مش افتهاش انا قاعدت في الدلت خمسة يامش وافتهاش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم فيه مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو لاست نايت انسوه ولاست نايت انسوه هو الفيلم الجديد بتاع اتجار رايت وادجار رايت من المخرجين الكبار اللي ليهم اسلوب وليهم بصمة وليهم اعمال كتيرة جدا متميزة زي Hot Fuzz, Sean of the Dead, Scott Pilgrim vs The World ومؤخرا Baby Driver اللي كان من افضل الافلام اللي شفناها سنة 2017 والصراحة انا شايف اننا محظوظين شوية في الكم اسبوع اللي فاتوا لاننا شفنا الفيلم الجديد بتاع دونيفا ينوف والفيلم الجديد بتاع ريدلي سكوت والفيلم الجديد بتاع ويس اندرسن ودلوقتي بنشوف الفيلم الجديد بتاع اتجار رايت اللي بيحكي قصة مغامرة وفصل في حياة فتاة فتاة دا من التعبيرات اللي ما بنستخدمهاش بالقدر الكافي والفتاة دي اسمها الويز عيشة مع جدتها في الريف الانجليزي وعندها تاريخ هي وعلتها مع الاضطرابات النفسية المهم الويز بتنجح في انها تحصل على منحة عشان تدرس في لندن تدرس تصميم الازياء بالتحديد وبتعاني في بداية تواجدها في المدينة كما يجب اصلا لان لندن دي بلد متوحشة وفي احد الليالي وهي نايمة بتحلم بتحلم بساندي اللي بتحاول تختارق عالم الاستعراض في لندن في الستينات وبتتعرف على جاك اللي المفروض يفتح لها كل الابواب بس حلم الويز مش حلم عادي هي تقريبا بتتوحد مع شخصية ساندي والموضوع بيترك اثر كبير جدا على حياتها الحقيقية لحد ما في احد الاحلام دي بتشوف جريمة قتل ساندي وبتكتشف ان اللي هي بتشوفه ده مش احلام بالكامل دي قصة جريمة حصلت بالفعل ودلوقتي بقى ليها دور فيها فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلم لاست نايت انسوه في البناء بتاعه يعتبر نمطي الى حد كبير كل اللي قلته لكم في تقديم القصة ده تقريبا معتاد معتاد في افلام الاثارة معتاد في افلام الجريمة معتاد في افلام الرعب ويمكن توقع خط سير الاحداث الى حد كبير وده على الرغم من بعض الالتواءات والتلاعبات في السيناريو بس تجربة المشاهدة نفسها حاجة تانية خلونا فاكرين احنا بنتكلم عن الفيلم الجديد لأدجر رايت بطريقته الفريدة في التصوير بطريقته الفريدة في المونتاج بفلسفته في توظيف الساوندراك بالقدرة على التنقل السلس جدا ما بين نغمات الدراما ونغمات الكوميديا ومع انطلاقة الفيلم الراجل ما بيخذلناش حتى قبل الانتقال للملعب الرئيسي اللي هو جاي يستعرض فيه في المراحل الاولى في المراحل اللي بنتعرف عليها على شخصية قل الطريقة الهادية جدا اللي بنتعرف بيها على تاريخها واللي بنتعرف فيها على الاسباب اللي مخليها خايفة من الانتقال هو مع ذلك مصممة عليه والصعوبات اللي بتقابلها في التكيف ودي ممكن تكون افضل فصول الفيلم في مقطة الانتقال ما بين الدراما والكوميديا وبعدين بتبتدي الحفلة مع انطلاق الاحلام مع دخول شخصية ساندي على الخط هنا بنبقى في منتصف استعراض كبير جدا استعراض بصري في كل مفردات الصورة استعراض فني في كل مكونات الكدر استعراض سمعي على مستوى الساونتراك واستعراض حركي في تصميم الرأسات ولكن مش ده بس اللي الفيلم اختار انه يتميز فيه النقطة الرئيسية والاختراع الرئيسي كانت العلاقة ما بين الشخصيات العلاقة ما بين الويز وساندي وجاك لان زي ما قلنا الويز مش مجرد بتحلم بحد وبتشوفه من منظورها دي في احيان كتير بتتوحد معاه يعني في بعض المشاهد كنا بننتقل فيها ما بين الو وما بين ساندي مرات متعددة وطريقة التصوير كانت بتدي الانطباع ان الكاميرا ما قطعتش المخرج الصغير اللي داخلي قعد يتفرج على الكلام ده وهو ما عندوش اي فكرة بيتعمل ازاي وكل ده ما كانش هو الهدف الهدف الرئيسي هو ترك التأثير الدرامي المناسب على المشاهد بانه يحس بسحر وخطورة الفترة الزمنية دي في لندن بانه يحس بسحر وخطورة دخول بنت صغيرة في عالم الاستعراض بانه ما يبقاش قادر يميز هو الانسان اللي قدامه ده ملاك ولا شطان وانه يحس بقدر كامل قد ايه التجربة دي اتأثرت في بطلتنا وحتاخد منها ايه لحياتها الحقيقية وعشان كده يا جماعة مش مفروض ابدا نحكم على اي فيلم من تقديم قصته مش مجرد ان القصة سمعنا عنها قبل كده يبقى الموضوع كده خلص صنع الافلام الشاطر بيمسك قالب ويقلبه لتحفة والنص الاول من فيلم لاست نايت انسوه بكل تأكيد تحفة للأسف على عكس النص التاني في النص التاني من احداث فيلم لاست نايت انسوه النمطية هي اللي بتحكم بنستمر مع بعض الابداعات في السيناريوهات بتاعت الاحلام وان كانت التحديات الحركية بتقل جدا ومش قادر اقرر اذا ده كان كسل ولا مجرد رغبة في التركيز اكتر على اللغز اللي قدامنا بس ايا كان هو ما كانش قرار موافق لان اللغز نفسه مش حلو وممكن اصلا نختلف اذا كنا امام لغز لان الابعاد بتاعته مكشوفة من التريلر اساسا ومفهوم انك على مستوى التفاصيل هتعمل بعض التلاعبات والتفاصيل نفسها مش كتير فالتلاعبات اللي انت بتعملها مكشوفة انا عن نفسي مش من المشاهدين الفتكين اوي وفي اغلب الاوقات لما بتوقع سير لغز في اي فيلم في الدنيا توقعي بيكون غلط بس المرة دي انا كنت متوقع مصير كل شخصية تقريبا مع بداية النص التاني من الفيلم وده لان كل شخصية تقريبا زي ما الكتاب بيقول وانا هنا اقصد كتاب الاوالب والانماط المتكررة بطلتنا هي هي نفس السكة سكة الاضطراب واللخبطة سكة الحيرة وعدم القدر على التمييز ما بين الواقع والحلم الابعاد الخارقة للطبيعة اللي الفيلم ما بذلش اي مجهود عشان يشرحها وحتى القرارات والتصرفات اللي توابعها لا تتناسب ابدا مع حجمها سلوك الشرطة نمطي جدا سلوك الاصدقاء يا ساتر على الاوالب صديقها او مركز اهتمامها العاطفي مش قادر عد شفته قبل كده كام مرة وبعدين بنوصل لنقطة الكشف عن كل شيء ونكتشف ان الفيلم نفسه مرتبك لانه مش عارف يتحيز لاي جانب عنده قصة بتتحيز لسيناريو معين وعنده اتجاه سياسي مسيطر بيتناقط تماما مع القصة دي فحتى الشكل النمطي للعنصر الخارق للطبيعة في السيناريوهات الممثلة غير مكتمل بس بيفضل عندنا بعض الخطوط اللي تم ارساقها من النص الاول وتخبطات النص التاني ما اثرتش عليها اوي زي خطاب الحب والكراهية والحقد على لندن سواء في فترة الستينات او دلوقتي زي النظرة الفريدة والحالمة والصادمة للفتيات اللي في السنة ده زي النظرة الفريدة والحالمة والصادمة للفتيات اللي في السنة ده سواء البنت اللي في الستينات اللي كانت بتحاول تحقق حلمها او بطلتنا بتاعت دلوقتي اللي برضو بتحاول تحقق حلمها وقدي ايه الحياة دايما قصية جدا عليهم ومطلوب ايه منهم عشان يقدروا يتخطوا الصعوبات دي كلها ويوصلوا للي هم عاوزينه وهنا بيتخلق الفرق ما بين الشخصيتين واللي بيكتسب قيمته الرئيسية من تكسيد الممثلتين توماسان ماكنزي اللي قدمت دور الويز واللي كانت بشكل واضح جدا افضل في النص الاول ودعمت كل الخلفيات اللي مطلوب تقدمها عن شخصيتها من غير ما نضطر نحكيها وفي النص التاني هي ما عندهاش مشاكل المشاكل كلها في السيناريو ويمكن برضو تسميتها بانها مشاكل ممكن يكون تعبير قاسي شوية لانها بس حاجات مش على مستوى النص الاول ومش على مستوى الوعود المنتظرة من صانع الفيلم انيا تيلور جوي على الجانب الاخر بتقدم دور مساند بس برضو بتقدم رحلة متكاملة تحدياتها الحركية اصعب بكتير والتساؤلات اللي بتقابل مصرها برضو اصعب بكتير واضن اني مش محتاجة اتكلم عن مستوى اتقنها لان البنت دي توحشت خلاص والمشاهد الساحرة اللي كانت بتجمع الكنين مع بعض تظل هي الافضل في الفيلم كله بفضل فلسفة التصوير والمونتاج والاخراج وبفضل قدرتهم هما الكنين مات سميث في دور جاك مطلعتش فاكره اوي يمكن برضو في النص الاول كان افضل بكتير ويمكن في البداية وفر للمشاهد احساس الحيرة ما بين الملك والشيطان ده بس على مستوى الادوار الذكورية القدير تيرن ستامب بكل تأكيد حضوره كان افضل لاس نايت انسوه بكل تأكيد من افضل الافلام اللي ممكن تتشاه في السينما دلوقتي فيلم مهم على المستوى الدرامي مبهر على مستوى لغة الاخراج وبالتحديد في النص الاول وجدير بالاعجاب في الطريقة اللي تناول بيها قصة بنات بيحاولوا يحققوا احلامهم نص التاني عانى بقوة من النمطية وقدر اقول تساوت فيه العناصر المثيرة للاعجاب والعناصر المخيبة للامال محبوا اتجر رايت وانا واحد منهم حيطلعوا متكيفين جدا من النص الاول وجعانين شويتين في النص التاني تقييمي لفيلم لاست نايت انسوه وهو تمانية من عشرة كنت ميال شوية ان يقديله سبعة ونص ولكن الاداء التمثيلي للبطلتين رجحوا الكفة نحية التمانية مناقشة الحلقة انيا تيلر جوي دلوقتي عندها خمسة وعشرين سنة تتوقعوا انها ممكن توصل للأسكر قبل التلاتين ولا لا وليه ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وبي باي